اهلا بحضراتكم في هذه التغطية العجلة قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهنئة الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال الرئيس السيسي على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكدوا أننا على طريق مواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية ودعا الرئيس السيسي في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها سيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان مضيفا كل عام وأنتم بكل الخير والسلام ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها صفارات وكنسليات مصر بالخارج عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس جاء نصها كالتالي الأخوة والأخوات الأقباط في مصر وبالخارج أيضا يطيب لي أن أرسل إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم بالخير والبركة وأضع الله العلي القدير لكم بدوام النجاح والتوفيق وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار وكل عام وأنتم بخير وأوفد أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة عبدالعزيز الشريف الأمين برياسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجلية وأحمد رضا الأمين برياسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذوكسية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد شاهدين الكرام كانت هذه تغطية عاجلة عن تهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصري من بمناسبة عيد الميلاد المجيد الشكر الموصول لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات أخرى على مدار الساعة